كان أمس طبعا عزائه و النهاردة لو الناس بسط على سوشيال ميديا في مظاهرة حب لمرفة أمين حقيقي و تستحق طبعا طبعا يعني عايز أقول النشر صورة أراضي يعني إيه قدر من التنمر اكتشفنا لأي مدى أنا صعبا مكتشف ده من زمان لكن يعني لو هم مش متابعين قوي اكتشفوا لأي مدى مرفة أمين بتشكل عند المصريين بكل أجيالهم صحي كل أجيال فتاة أحلام ولا تزال يعني حد يعني هنزل أقول إيه الطريقة أنا بساعة فكرة تنزل سوريا شوف زمان شوف دلوقتي شوف بعيدا عن أي حاجة بتعزي بلا مكياج و ده يعني ألف به عزة ألف به عزة و ده المفروض كويس فالريحة كإنسان بيحب أن هو يشارك في عزاء إنسان ارتبط به وعمل أعمال فنية عظيمة و عايزة توصل رسالة هذا الرجل يستحق أنه كلنا نعزي في فجئنا طبعا إن حد نشر سوريا لكن أجمل التابعات الإيجابية هو حالة فيض الحب والتقدير اللي نالته مرفة أمين اللي هي فتاة أحلام أنا فتاة أحلامي و فتاة أحلام أجيال كتيرة يعني و إضافاتا لده أنا الحقيقة كلمت مدام مرفة أمين مرتين في التليفون و قابلتها مرة واحدة و في الثلاث وقائع دول وجدت سيدة غاية في اللطف غاية في اللطف ده صحية و زوء رفيع الحقيقة و يعني مفيش حاجة بعد كده يعني زي ما فتزل و سريع البدية و متوافقة مع زمنها و مع عمرها و عمرها مخبت سنوات ولا بتخبي سنها ولا بتخبي شيء ما خالص خالص ولا شهادة ملاد مضروبة وبعدين وهي على الشاشة شايفانها و هي بالتالي عارفة إن الشاشة شايفاها و مستمرة لغاية النهار ده مطلوبة بقوة كل دي عناصر إيجابية دي اللي نتوقف عندها إيه 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 اللي بيبقى الهدف من وراء و ده أنا لاحظته بقى بالمناسبة على السوشيل ميديا بشكل عاية الترنت ألاحظ عاد فيديوهات على تيكتوك يا أستيس طارق هجيب لك مثلا الممثل أبسيبك بقى من السيدات ممثل راجل كان مش عارف و دي الوقت بقى عامل إزاي اه ده ممثلة مش أول مرة ايو عشان إيه يعني احنا بكبر مش أول مرة تتعمل دايماً على السوشيل ميديا ولاك شايف صورة والناس راحلين حتى شايف هو شايف فتن حمامة و شايف فتن حمامة شايف مجدة و مجدة شايف ايه ده نادية لطفي و نادية لطفي يعني هتول إيه كمان هو في فرضية أن الزمن بيتوقف أو حاجة واحنا مش واخدين بل لا و أصبحت حتى لعبة قديمة بس أهم حاجة بجد أنه الكل تأكد أنه ميرفت أمين بتحتل مساحة متميزة عند العرب كلهم مش بس المصريين يعني لأنها فلانة عربية بامتياز تاريخ حافل بص مثلاً أنا شخصياً ياما مثلاً مهرجان القاهرة بيبقى عايز يكرمها معلش يا طهر يبقى إيه هي حتى مش تكريم مدوات برغم صداقتنا و مدرش سيطرة عليها ولا بقدر حتى أقنحها السنة الجاية و مجيش طبعاً تيجي السنة الجاية والسنة الجاية يعني عايز أقول هي حتى غير متكلبة إطلاقاً على التواجد الإعلامي يظهرها عزيز قوي جداً جداً وتامل بس العمل الفني لكن الحديث عنه مش عارفة لا بس كإنسان يعني لازم تحبها لأنها فعلاً فيها كل مميزات اللي ممكن تلاقيه في إنسان تقع في حبه خفة الظل الشديدة سرعة البديهة الجدعانة لو سمعت حاجة تلاقيه أول حد بيكلمك عشان تطمن عليك و هكذا